تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفادة حافظه الله ورعاه برقية تهنية من سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رفع فيها أبلغ آيات التهاني وتبريكات بمناسبة فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومة للدورة من 2014-2017 وذلك في الانتخابات التي جرت في جينيفا اليوم وأعرب سيد جميل حميدان عن بلغ التقدير والعرفان للرؤية الثاقبة والتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة أيده الله التي رفعت مملكة البحرين إلى مكانة عالية بين الأمم المتقدمة وجعلت منها مثالا يحتذى في إرساء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ مبادئ الحريات والنقابية وتعزيز الحوار الاجتماعية مؤكدا سعدته أن ما حققته مملكة البحرين في ضوء مشروع أصلاحي لحضرة جلالة الملك المفدى حفظه الله من منجزات ومكتسبات مشهودة للعمال وأصحاب العمل تقف وراء هذا الإنجاز ألهم الذي تحقق على أثر تأييد الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية لحصول مملكة البحرين على عضوية مجلس الإدارة مشيرا سعدته إلى أن اختيار مملكة البحرين وانتخابها بالإجماع عضوا مناوبا في مجلس إدارة أبرز منظمة عالمية دولية هو أنجاز مشهود يضاف إلى سلسلة المنجزات المتحاققة من هذا العهد الزاهر فضلا عن إسهامه في تعزيز الدور الأقليمي والدولي لمملكة البحرين من خلال دعم القضايا والمبادئ والقيم التي تسعى إلى تحقيقها مع الدول الشقيقة والصديقة ومتابعة تنفيذ الأهداف والغايات المنشودة للمنظمات الدولية المتخصصة في خدمة القضايا الإنسانية سألين المولى عز وجل يديم على جلالة الملك المفدى الصحة والعافية ويوفقه لما فيه الخير للجميع هذا وقد بعث جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى سعادة سيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل ضمنها خالص شكره وتقديره لسعادته ما كد أن جلالته أيده الله أن هذا الانجاز يعكس ثقة المجتمع الدولي بمملكة البحرين ويعزز مكانتها على الخارطة الدولية وأن هذا الفوز جاء ليثبت دورة وجهود وزارة العمل التي حرصت على إبراز سمعة المملكة في المحافل الدولية وتعريف العالم بجهودها ومنجزاتها العالمية المشهودة والتي توجد بهذا النجاح المتميز الذي يضاف إلى سجل البحرين الحافل بالمنجزات والمكتسبات العمالية نتيجة لدورها الريادي على المستويين الأقليمي والدولي في مجال ترسيخ قيم العمل اللائق وتعزيز الحوار الاجتماعي والاستمرار في تطوير التشريعات العالمية متمنيا جلالة الملك المفدى توفيق والسداد للجميع اشتركوا في القناة